أهلا بكم عزيزي طلبة طلبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برامج التعليم الصناعي الخاصة بطلبة الصف الأول النهاردة هنتكلم وهنستكمل شغلنا وكلامنا عن تخصص النسيج ومعنا مادة تانية من مواد التخصص وهي مادة تركيب المنسوجات تركيب المنسوجات يمكن احنا اشتغلنا حلقة سابقة في التركيب واتكلمنا عن ازاي بيتحول الشعيرات لخيوط وشفنا مراحل الغزل تمت ازاي وكمان وصلنا لغاية مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة النسيج نفسها بنتنقل في المرحلة دي من الوضع الاساسي بتاع القماش اللي هم نشوفه على الطبيعة لوضع جديد وهو تصميم المنسوجات على ورق المربعات كلمنا المرة فاتت ازاي بنحول التصميم من القماش لورق المربعات وبعد كلم من المربعات لورق القماش نفسه قلنا انها عندنا في الجزئية بتاعتنا وطبعا ده اللي نتكلم عليه اللي هو نوعية الورق اللي انا بانفع ارسم عليه يمكن اتمدى لها طبيعة خاصة لها ورق معين للراسم عليه حتى انا بيجي في المدرسة بيتطلب مني بيتطلب مني كراسة للمنسوجات كراسة المنسوجات دي هي كراسة جنب مسطر وجنب مربعات مش بتاعت الراسم البياني مربعات بحجم كبير شوية دي خاصة للمنسوجات حجم المربع طبعا الصنطف صنطف فيه بيبقى 4 في 4 مربع وده طبعا بيننا الحاجة المهمة جدا هو انواع الورق المربعات انواع الورق المربعات بتبدأ من طبعا بناخدها برضو في رسم الفن الجزئية الخاصة بنوع الورق المربعات مرة تانية بس انواع الورق المربعات الموجودة عندي فيه مادة تركيب نسجية نبدأ من 4 في 4 5 في 5 8 في 8 8 في 6 12 في 12 وكل دي برضو فيه انواع تانية مختلفة عندي بس ده الأشهر يعني العدد المربعات حتى اللي احنا مشتعل عليها التركيب المنسوجات بيبقى الـ 4 في 4 في الرسم الفن في سنة تانية وفي تالتة هتلقى الـ 8 في 8 وفيه 8 في 6 بتحسب على ايه خلينا نما نوصل لموضوع حساباتهم او لنوعية الورق دي بتزبط ازاي ليه 8 في 6 خلينا نما نوصل لها ان شاء الله فيه مرحلة الصف التانية لكن خلينا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي الوضع الجديد علينا في مادة تركيب نسجية انا بستخدم ورق مقاس 4 في 4 اللي انت بتستخدم عندك فوكاس المنسوجات ده برضو ورق 4 في 4 لكن لو نزلت تشتريت لوح الورق اللي هو الخاص بالمنسوجات هتلقى النوعية دي موجودة وابقى قادر اشوف المربع عشان اقدرنا ايه الونه في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن نسيج السادة وقلنا ما بيكون من فتلتين والإحمتين وقلنا له حسابات النسيج السادة نسيج من الانسجة البسيطة فيه حتى تجهيزه على المكنة وفيه تجهيز الخيوط الخاصة دي وفيه نسجه يمكن اغلبية الاقمشة اللي موجودة عندنا في السوق بتكون مصنوعة او بتم تصنيعها عن طريق التصميم الاساسي للنسيج السادة هو عشان كده بنسميه النسيج الاساسي له مسميات مختلفة غير ان هو اسمه نسيج السادة لكن ابسط انواع الانسجة ليه بنقول علي ابسط انواع الانسجة لان في الغالب اقدر ان انا اشتغله بدرقتين ده العادي بتاعه لو عندي مكنة يدوي اقدر اشتغل النسيج بتاعه كله بدرقتين طيب اقدر اشتغله بقلي من درقتين اه اقدر اشتغله بقلي من درقتين اقدر اشتغله بدرقة واحدة بس انا كده في الحالة دي لازم لي تجهيزات خاصة ماينفعش اشتغل بدرقة واحدة على مكنة لكن اقدر اشتغل بدرقة واحدة على نول يدوي بمعنى لو انا اشتغل على درقة واحدة بقى ده برضو حتة فنية كنا كان بتتقلينا وإحنا في مرحلة الدبلوم اللي هو يعني أنت تقدر تعمل الحاجة دي بأقل إمكانيات أنا هقول لك آه أقدر عمله بأقل إمكانيات بمعنى كل هعمله أنه أنا هجيب درقة واحدة وولقي فيها الفتل الفردية وبس والزوجية هسيبها طب وهتعمل إيه بعد كده هركب ياي قوي من أعلى الدرقة وأحط دواسة من أسفل الدرقة بحيث أنه لما أضغط ضغطة طويلة على الدواسة الدرقة هتنزل لتحت هتكون لفغز صفلي ونعرف يعنيه فغز إن شاء الله برضو فيه الجزء الخاص بالآلات الفغز الصفلي هيروح من ساحب كل الخيوط الفردية مننزلها لتحت وتفضل الخيوط الزوجية الأعلى وفيه فتحة الفتحة دي قدر مرر منها المكوك طب الحتفل بعد كده هشير رجلي من على الدواسة لما هشير رجلي من على الدواسة الياي هروح رافع الدرقة الأعلى لما يرفعها الأعلى هترتفع بالخيوط الفردية الأعلى فهتكون الفتحة البتاعت اللي هيمر منها المكوك بقت من أعلى فبالحالة دي الفردي لأعلى وبمر المكوك بتاعي من جهة لأخرى ده أقل عدد درق ينفع فيه إن أنا أشتغل على النوع ده من أنواع التركيب النسجية بس ده طبعا حتة أنا بسميها عندي فنية في حالة عدم وجود إمكانيات ليه وجود أكتر من درق أنا عندي نول صغير في البيت وعايز إنه إيه أعمل بيه أي حاجة كده فهبشغل نفسي ده طريقة للتشغيل لكنها في المصانع ما تنفعش طب في المصانع أقل عدد درق درقتين طب لما تدخل المصنع مش تلقهم على درقتين هتلقهم على أربعة على ستة هتلقهم على رقم زوجي ليه رقم زوجي وليه بيحط كم الدرق ده عشان يخف نمرة واحد الحمل على المكنة وفي نفس الوقت يبقى الخيوط يقدر يشتغلها أو يقدر يجيبها وميبقاش زحمة كلها في درقة واحدة لو فاطلة أطعت ما عرفش يجيبها لها كذا حاجة بتخليني أشتغل على أكتر من درقة على المكنة وخصوصا بالسبب الأساسي لو كنت شغال على مكنة أصلا ملئية يعني أنا كده اللي عملته إن أنا جبت سيدة جديد أو عندي سيدة موجودة عندي على المكنة وكل عايزة أغيره أغير التصميم من سيدة لمبرد أو من مبرد لسيدة أو من سيدة الأطلس المكنة عليها الدرق بتاعتها بس كلها عمله هغير حركة الدرق يعني اللقي موجود وكل حاجة سليمة كلها عمله هغير حركة أو ترتيب تحريك الدرق بدا المكان مبرد برفع الأولى وأسيب الباقي بعد كده أرفع التانية وأسيب الباقي وارفع التالت وأسيب الباقي لا نرى أرفع الفردي وأسيب الزوج بعد كده أبدل الزوج يطلع فوق والفردي ينزل تاحت دي طبعا تبديلة هنتعلمها إن شاء الله برضو في الألات لما نوصل للجزء ده لكن خلينا واحدة واحدة كده مع بعض وإحنا في بداية دراستنا خدنا النسيج السادة وعرفنا على درقتين وعرفنا إنه له دواستين وعرفنا كمان طريقة رسمه تعالوا نفتكر عملية النسيج نفسها كانت بيتم إزاي هنوريكوا دلوقتي الجزء بيبرينا إزاي بيتم تجهيز المكنة عشان يقدر أنا أعمل عليها إيه عملية النسيج هنا طبعا بالشكل اللي معانا ده والفيديو اللي معانا هنا طبعا ده تجهيز مكنة بيبدأ يحط السادة من الخلف بدأ يعملها عملية اللقي في مجموعة الدرق بيدخل الخيوط في عيون النير بالشكل ده طبعا بيخلص طبعا النوع دوت من النير ده نير يدوي يعني معمول من الخيوط بيعمل عملية اللقي طبعا الكمي كبير جدا فطبعا إحنا مصرعين الفيديو عشان نقدر نشوف كل العمليات سحب الخيوط بتاعته عملها كلها مرارها في عيون النير بعد كده بيبدأ يعملها عملية التطريح كده بيشطب أو بيخلص الجزء الخاص باللقي هيجي بعد كده في المشت هيمرر الخيوط بتاعت دي كلها فين فيه أبواب المشت بالشكل ده كده بدأ التطريح دي المرحلة رقم اتنين في التقديم بعد ما عمل عملية التطريح طبعا عارفين المشت ده هو اللي بيقوم بعملية ضم اللحمة هيبدأ يقدم النور عشان يشد الخيوط شد خيوط السدى بدأ يقوم بعملية النسيج بيحضر طبعا الخيط بتاعه اللي هو خاص باللحمة بدأ يقوم بعملية النسيج عمل جزء من النسيج وكده تم تقديم النور وتم تشغيله بالشكل المطلوب يبقى أنا بمر بمجموعة من الخطوات عشان أوصل لإيه أوصل لعمل النسيج يبقى كل الموضوع عندي إن أنا بحضر الخيوط بتاعتي بحضرها فين؟ بحضرها في قسم خاص بالتحتراض بجيب خيوط السدى وببدأ أرصها بالشكل والترتيب المطلوب لو أنا هشتغل بنظام لون واحد فبالتالي مش هتفرق عندي طريقة التزدية بتاعتي طريقة التزدية بتاعتي احنا درسناها طبعا وهندرسها في مادة الآلات بس أنا عندي منها نوعين عند تزدية بالقطبان وعند تزدية بالاستوانات الفرق بين الاتنين إيه لما أجا أشتغله في الآلات جزء الأولين اللي بالاستوانات ده لو أنا هشتغل قماشة من لون واحد هشتغل إيه؟ تزدية بالاستوانات هحط مجموعة من الاستوانات كل مجموعة يبع عليها كمية من الخيوط وفي النهاية بروح مجمع كل الخيوط ديت فين؟ في مطوى واحدة أخيرة يعني مثلا أنا عندي خمس تلاف خيط عايزهم عن مطوى النهائي فدولاب التزدية عندي بيطلع ألف بس فبالتالي هعمل الاستوانة الأولى ألف الاستوانة التانية ألف الاستوانة التالتة ألف الاستوانة الرابعة ألف والخمسة ألف بعد ما خلصت برصهم على جهاز تاني وممررهم في حوض التنشية عشان أعضيف المادة الصناعية عليهم مادة التقوية الصناعية عليهم وبعد كده بروح للاففهم وجميعهم فين؟ على المطوى النهائية اللي هي تركب على مكانة النسيج اللي هي تكون متحملة بكم خيط؟ خمس تلاف خيط رقم كبير هو أنتو بتعملوا كل الكلام ده فعلا لما تيجوا تعملوا نسيج آه لازم عندي كمية خيط كبيرة ده أنا بكلم في خمس تلاف دول ممكن يكونوا في متر ونص يعني عرض متر ونص فيهم خمس تلاف مثلا أو أكتر كمان يعني في الحدود دي فما بالك بقى لو أنا عندي المكنة مثلا عرضها أربعة متر أو خمسة متر فتخيل كمية تقية السدى اللي موجودة عندي على المطوى الخاصة بالسدى فهتكون كمية ضخمة أو كمية كبيرة هتقابلك مشاكل كتير بنت شغال وهتتخيل إن هي تعمل لنا مشكلة مثلا لو حد قال لي طب ولو المكنة شغالة كده وفتلة تقطعت في الخمس تلاف فتلة دول أنا هعمل إيه ده أنا هلف عليها عشان أعرف أجيبه هقولك لأ ما عندناش الكلام ده في النسيج في حاجات كتير جدا بتساعدك إنك تطلع الفتلة لنقصة الفتلة لنقصة بيبان إن هي نقصة منين وفين أنت عندك قدام عند المسند الصدر في الأمام كده بيبان قدامك النسيج شغال إزاي فلو حتى في فتلة نقصة بيبان إن في فتلة نقصة أو في فتلة فيها مشكلة الفتلة الوحدة بتبين فبالتالي وإنت عندك الكام الكبير ده حاجة هتتقطع أو حاجة يجرى لها أو أي مشكلة وارد وارد إنه يحصل قطع في أي جزء مع إضافة المادة التقوية الصناعية آه ممكن تتقطع من أي غزب عن الفتلة كان فيه جزء ضعيف وما حدش خد باله منه أثناء عملية اللف أو التدوير بتاعه فقطعت أو حد شبك فيها أي حاجة وأطعت لكن الأطعم على المكان الحديث دلوقتي بقى يعني على مسافة بعيدة يعني مثلا كل ساعتين ثلاثة أو ممكن بعد تقعد وردية كاملة المكانة الشغالة ما فيش أي مشكلة فبالتالي حصل أو تم وضع أجهزة لحماية الخيوط السدر وحماية خيوط اللحمة أثناء عمليات إيه؟ أثناء عمليات التنفيذ على المكانة فبالتالي أنا أقدر أشتغل بالشكل المطلوب على المكانة وما ألقش من قطع الخيوط لو فتلت قطعت المكانة بتقف في الحال سواء كانت سدق أو لحمة بتقف في الحال وبتبدأ تد إشارة للمشكلة الموجودة فبالتالي حضرتك بتتدخل بتصلح المشكلة وبتبدأ تتشجغل المكانة مرة تانية وبتستمر في العمل لغاية لما تحصل مشكلة تانية توقف المكانة ليه الحساسات دي موجودة؟ عشان أقدر أطلع بمنتج عالي الجودة ليه المكان الحديث موجودة عشان يساعد على زيادة جودة المنتج كل ما أنا بزود المنتج بتاعي الجودة بتاعته كل ما بقدر أسوقه وده المهم عندي أنا عايز أطلع منتج سهل التسويق طب عشان أطلع منتج سهل التسويق ويكون عليه أقبال لازم أكون في التصميم بتاعي مراعي حاجات كتيرة جدا مراعي موصفات اللي أماشة اللي أنا أشتغلها مراعي استخدامات الزبون أو العميل اللي هياخد مني السلعة بتاعتي دي عشان يقدر أنه هو إيه يقوم باستخدامها أنا كمصنع نسيج بخرج أماشة اللي أماشة بيروح فين؟ بيروح لمصنع ملابس ممكن يكون مصنع ملابس ده بيصنع ملابس بيكون بيصنع مفروشات مش شرط يكون ملابس لللبس ممكن يكون شغال في المفروشات فبالتالي الأماشة اللي أنا بطلعها دي تطلع بجودة عالية عشان أقدر أحط السعر المناسب عليها وأقدر أن أنا أعمل لها إيه أقدر أن أنا أسوقها ممكن أعمل أماشة جميلة جدا وأحط عليها تسعير ضخم فبالتالي يبقى مشكلتها في السعر مش هتعرف تبيعها فبالتالي في حسابات هناخدها برضو في مادة التخطيط في السنين الجاية إزاي أقدر أسعر كمان القماش بتاعي عشان أقدر أبيعه بالسعر المعقول وأقدر أن أسوقه بالشكل المطلوب خلي بالك أن الأماشة اللي بتطلعها أنت مش لوحدك في السوق معك منافسين طبعا يمكن فيه عندنا مشكلة كبيرة في مصانعنا أو الجزء الخاص بصناعة النسيج إن ما ينفعش بقى أنا عندي نول واحد وشغال عليه في قلب ورش صغيرة لا له تجهزات كبيرة جدا فبالتالي هنلاقي أني لازم يكون عندي وحدة إنتاج معقولة على أقل فيها مكانتين أو أربع مكانات عشان أقول أني عندي إنتاج بيخرج فبالتالي فيه تجهزات كبيرة جدا للمصنع لكن أقدر أطلع بحاجة صغيرة ورش صغيرة أحط فيها مكانية دوي وأشتغل عليها برحتي بس في الحالة دي لازم أنتج أمشى أقدر أسوقها وأقدر أنها تجيب لي عائد زي إيه؟ زي أن أنا أعمل مفروشات مفروشات صغيرة فبالتالي هقدر أن أنا أسوقها بشكل أفضل أعمل معلقات مرضو دي هتتسوق لكن ما أقدرش أعمل مثلا أمش هوادي مصنع ملابس يبقى صعب علي على مكانة يدوي أعمل الكلام ده كان زمان لكن دلوقتي مع تطور الصناعة ووجود مكينات شغالة بالهواء والميا صعب جدا أن أنت هتطلع كميات الأمش اللي هو بيطلعها هو ممكن يطلع كمية ضخمة في اليوم مثلا يعني مثلا إحنا بنعمل أقصر مكينة أو أسرع مكينة موجودة في السوق دلوقتي بتعمل 2800 أو 2900 حتفة في الدقيقة أنت داخل على 3000 حتفة في الدقيقة رقم ضخم جدا فبالتالي ده بيعمل كميات قماش رهيبة في اليوم بتاعه أو في الوردية بتاعته فده عايز مكينة تزدية الشغال عليه هو مخصوص لكن أنت مثلا في المكانة يدوي أنت لو عملت ثلاثة متر في الوردية فأنت عمل أنت ما قمتش من على المكينة عشان تعمل ثلاثة متر في الوردية واحدة ده كتير بالنسبة للمكانة يدوي لكن هيعوضها طبعا في المكان الآلي وطبعا زيادة الجودة المكان اليدوي أو الشغل اليدوي تبه فيه جودة متوسطة أو حتى الميكانيك الجودة فيه متوسطة أما في المكان الحديث اللي بيستعمل أو بيمرر الخط من جهة واحدة فهنلاقي الجودة فيه عالية جدا طب تعالوا بقى نطلع على حاجة تانية مهمة جدا في التركيب النسجية وهي عملية النسيج نفسها عملية النسيج نفسها طبعا زي ما قلنا قبل كده إن هي بتشتغل بالطريقة دي إحنا طبعا قلنا إن عندي بيتكون فخزين فخزي علوي وفخزي صفلي في النسيج بتاعي هنا طبعا نحن ملاحظين الخط الأبيض هو الأعلى الخط الأحمر هو الأسفل فتح نفس يعني الدرق اتحرك حاجة طلعت فوق حاجة نزلت تحت بيمر خط اللحمة اللونه أبيض ده بعد كده بتبدأ الدرق يتساوى وبيتقدم المشت لضم اللحمة دي بعد ما الدرق بيتساوى لاحظ كده الأبيض كان فوق هيحصل لعملية تبادل الأحمر هيطلع فوق الحدفة اللي بعد كده هيتبادل ويكون الأحمر بدأ يعلى بيكون الفخز العلوي والأبيض بيكون الفخز السفلي أول ما يفتح الدرق ويستقر هيبدأ يمر خط اللحمة بين خيوط السدى في الحالة دي ببدأ أضم اللحمة اللي اتعملت وبكمل بعد كده وباخد الخطوة اللي بعد كده يبقى أنا كده عرفت إيه خطوات النسيج بتاعتي ونطلع بقى عن نسيج السادة وهنراجع مراجعة بسيطة على الجزء اللي خدنا المرة اللي فاتت ونبدأ بالممتد النهاردة هنتكلم عن النسيج السادة الممتد لكن قبل ما ننتقل للممتد هنراجع بسرعة جزء خاص بنسيج السادة احنا قلنا النسيج السادة بيتكون من فتلتين وليحمتين قد الفتلتين هنديهم لون وقد اللحمتين هنديهم لون تاني خد بالك عشان الامتداد مش هيفرق كتير جدا عن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه عشان كده منراجعوا مع بعض عشان ما ننسهوش هنيجي هنا نغير اللون بقى عندي فتلتين لونهم احمر وليحمتين لونهم ازرق هجي هنا هترجم الكلام ده على هيئة نسيج هنحط هنا الفتل بتاعتي باللون الاحمر بتاعهم ويجعل اللحمات هبدأ ان انا احطها بالشكل ده كده وهتديها اللون الازرق بتاعها خد بالك هنا بقى فتلتين فوق بعض ما فيش حاجة ما فيش اي تعاشق عشان اعمل التعاشق لازم اللي في اللحمة الزرق دي تمر من تحت الاحمر الاولى وفوق الاحمر التاني او العكس مش هتفرق انا هنا عملتها فوق الفتلة الاولى وتحت التانية على العكس في الجزء التاني كده نرجع لهم تاني كده بقى تظهر كده نفيه تعاشق بقيت اللحمة كأنها بتمر تحت الاولى فوق الاولى وتحت التانية واللحمة رقم اتنين تحت الاولى وفوق التانية كده حصل تعاشق كده انا بترجم بقى المربعات او التقطعات بتاعة الخيوط مع اللحمات دي ليه مربعات ايه على ورق المربعات ادي واحد اتنين تلاتة اربعة الاربع تقاطعات بتوعي دول هم الاربع تقاطعات اللي انا هنقلهم على برق مربعات عشان يبقوا مربعين في مربعين يبقى كده كل تقاطع هيبان في الحركة بتاعته اذا كانت اللحمة فوق الفتلة فبسيبها باللون الابيض اذا كانت الفتلة فوق اللحمة فبتاخد لون الفتلة طب هتقولي والالوان دي هتأثر على القماش وانت شغالها هقولك لا لان القماش عندي كله بلون واحد فبالتالي احنا هنا بنحط بس عشان نعرفك الحركة هتمشي ازاي كتصميم اما على الطبيعة الخيوط واللحمات لون واحد او بيكون في بعض الاحيان مقلمة او عليها الوان يعني ممكن يكون عندي كمية لحمة لونها احمر بتتريم ورا بعضها ووراها كمية زرقة وهكذا يعني حسب القماش اللي شغال عندي بس احنا هنا برضو بنقول بنحط الالوان عشان التصميم هنا زي ما قلنا بيظهر مربع اللي هو اتنين في اتنين ده بالوان تقطعات اللحمة والسدى مع بعض الجزء الاولاني بيقول ان اللحمة فوق وجزء التاني بيقول ان السدى هو اللي فوق وهكذا في الحتفة اللي بعد كده هنعمل نفس الشكل مرة تانية وهنعكس الحركة بتاعتي هنا هنديها اللون الاحمر وبالعرض هندي لون اللحمة اللي هو اللون اللي ايه الازرق كنا حطيت الالوان بتاعتي هنحط التقطعات بالشكل ده كده دي تقطعات اللي باللون الاحمر كده احنا ايه خلصنا التقطعات هنترجم بقى المربعات اللي هي متقطعة اللي هي كانت فوق بالشكل ده الاربع تقطعات دول هترجم نفس الترجمة على التقطعات الموجودة في الجزء الايه السفلي هنعمل برضو لها اتنين في اتنين هنا وابدا نحط الالوان بالشكل المطلوب بالوضعية دي كده هنا هيبقى لونهم احمر لان ده اللون السدى وبيقول ان السدى هو اللي فوق اقدر يسيب التصميم كده هو ده الصح وهو ده اللي احنا نشتغل عليه لكن احنا هنحط هنا العلامات الزرق عشان نعرفك فين اللحمة في التقطعات بتاعتها فلما غيرت اتغيرت معي بقى عندي هنا جزء بيقول ان العلامة هنا لحمة معنى كده ان اللحمة فوق وجزء بيتكلم عن العلامة السدى معنى كده ان السدى هو اللي فوق بقى المظهر السطح هيوضح الموضوع اكتر لما نشوف التصميم هو مرسوم وببدأ ان انا اعمله ايه اعمله المظهر السطح طيب كده انا بحسب الحزب بتاعتي هنيجي هنا نحط اطار للمساحة لانا هرسم عليها واحط العلامات بتاعتي بالشكل ده دي علامات نسيج السدى بالوضعية دي كده انا هنا هلون بلون واحد بس مش هلون بأكتر من لون زي ما عملنا قبل كده لان انا كده خلاص بتحول لرسم المنسوجات العادي فينا دي مجموعة او تمرين من التمرين اللي عندي ده هنا مقرر اربع مرات في اتجاه السدى واربع زيون في اتجاه اللحمة يعني مقرر اربع مرات كلا الاتجاهين نسمع كلا الاتجاهين ونسمع الاتجاهات وده جزء مهم جدا عندنا في الشغل بتاعي حددت مساحتي هحدد اللاقية بتاعي بالشكل ده هبدأ اقول الفاتلة الاولى في الدرق الاولى حط علامة اكس مكان الدرق وكذا الفاتلة التانية مختلفة هحطها هنسخ بقى الاكس بتاعتي دي بما انه انا شغال على الكمبيوتر فبالتالي اقدر انسخ الشكل بتاعي ووزعه في المساحة الاولى في الاولى التانية في التانية التالتة في الاولى الرابعة في التانية يبقى الفردي في الاولى والزوجي في التاني روبوت الدوس هيبقى عرضه دواستين وارتفاعه ارتفاع تكرار واحد بس التكرار واحد عندي اللي بيحتاج لحمتين وعندي الدواسات كل درق لها دواسة يبقى محتاج دواستين وبالون الروبوت الدوس باللون الاسود وده اللي بنانا عليه هبدأ احرك الدرق بتاعي نبعد مساحة كده بسيطة ونبدأ نحسب الحسابات انا عندي هنا كام تمانية في تمانية هضرب تمانية في اتنين بستاشر واحد سبعتاشر اروح اعمل مساحة المظهر السطح هبدأ اوزعها بالشكل ده كده لازم اكون برائب وانا اشغل كده سبعتاشر في سبعتاشر واروح اعمل لها اطار وبعد كده ابدأ اوزع العلامات الخاصة بالفتل هحط الفتل بشكل طولي فتلة الاولى اسيب صف واخد الفتلة التانية هنا طبعا هنلاون الاول طبعا عشان انا ما اسيبش صف هاخد كده هنسخ الصفين واروح موزعهم على المساحة بتاعتي فظهرت بالشكل ده المهم ان انا احط هلون صف واسيب صف لغاية لما هلقى ان عدد الفتل اللي ظهرت قدامي بلون الازرق هلقاهم عددهم تمانية هاجي هنا في اللحمات نفس الموضوع بس هنا في اللحمات هحط على المربع الابيض كله على ميت بالشكل ده في داخل الاطار ما اخرجش عن الاطار بتاعي هديها لون احمر وكده ما فيش اي تقاطع هروح بقى على التصميم قرائب التقطعات بيقولي هنا الازرق هو اللي فوق في اول تقاطع الازرق رقم واحد ادي ازرق سيبه طب تاني تقاطع لونه ابيض يعني هيبقى فيه احمر هعلم عليه عشان هياخده لونه الاحمر اللي بعده سيبه اللي بعده هعلمه اللي بعده سيبه وهكذا يبقى بالتبادل مرة ومرة مرة اللحمة فوق مرة اللحمة ايه تحت هاجي هنا بعد ما حطط العلامات بتاعتي هروح هغير لونها باللون الاحمر كده ظهر بقى ان الفتلة مشي تحت الاولى فوق التانية تحت التالتة فوق الرابعة تحت الخمسة فوق الستة ساحت السبعة فوق تمانية اخر واحدة هعمل نفس العملية التانية هكررها مع اللحمة رقم اتنين هتبقى عكسها اللي ابيض هو اللي بدأ في الاول فبالتالي احمر ازرق احمر ازرق للنهاية هينتهي ايه بأزرق كده ظهر ان من اللحمة التانية فوق الفتلة الاولى تحت التانية فوق التالتة تحت الرابعة فوق الخمسة تحت السبعة فوق السبعة تحت التامن طبعا بكده هو بيكمل المظهر السطحي لنهاية الايه لنهاية التصميم لكن ده كان مثال بسيط ازاي بيتم عملية او ازاي بظهر شكل المظهر السطحي وقدر ان نقرسمه على ايه على وراء المربعات كده احنا عارفنا الشكل بتاع ده طب تعالى بقى نتكلم عن حتة مهمة جدا ويديه اللي هتنفعنا ان شاء الله و احنا بنتكلم عن الامتداد هو ليه انا بفكر في الامتداد ليه انا بقول ان عايز اعمل امتداد للنسيج السادة لحاجة مهمة جدا لتغيير المظهر لتغيير المظهر طب الكلام ده بيتم ازاي لو احنا قلنا ومثلنا ان المربعات بتاعتي انتعتي النسيج السادة تعالوا كده انا نتفرج عليها وقلنا ان النسيج السادة اصلا بيحتاج مربعين او اتنين في اتنين فتعالى انه هنا نقول ان هنا اتنين في اتنين على ورق المربعات كده احنا هنلسامها ان شاء الله مراجعكم معنا ورق المربعات جاهز هنقول انا هنا عندي العلامات بتاعتي دي هي دي الجزء الخاص بانسيج السادة ده تكرار تمام كده طب هو ايه الامتداد الامتداد معناه ان انا هيبقى عندي المربع ده بس عندي بقى امتدادات امتدادات مرة في اتجاه السادة او في اتجاه اللحمة او في كلا الاتجاهين يبقى عندي انواع الامتدادات بتنقسم كمان الامتدادات لتلت انواع اتجاه السادة اتجاه لحمة اتجاه كلا الاتجاهين يبقى هنا ده السادة وهنا ده لحمة وده كلا الاتجاهين يعني في السادة وفي اللحمة طب احنا هنعمل ايه هنا دلوقتي انا هزودلك في اتجاه السيدة هنا بيقول لي ايه هو عايز العلامة دي تبقى علامتين ادي كمان علامة ادي كمان علامة طب عايزها تلاتة ادي كمان علامة ادي كمان علامة طب العلامات دي تبقى لونها ايه تبقى لونه احمر لا هتبقى لونها بنفس لون الفتلة ده هو كل اللي عمله انه هو غير النقشة بس فبالتالي يبقى عندي هنا ده بقى مربع كمان ومربع كمان بالشكل ده كمان فبدا ما كانت علامة واحدة بقيت علامتين فوق بعض وهنا بقيت علامة كانت مط كانت بالزبط عملت مططية للتصميم بتاعي فظهر معايا بالوضعية وبالشكل اللي معايا ده تمام كده يبقى انا كده بمدي فانه اتجاه بمدي في اتجاه ايه في اتجاه السده طب وانا بمدي في اتجاه السده ده وانا بغير التصميم بتاعي هل مساحة التصميم بتتغير يعني انا كده بغير في مساحة التصميم وانا باجي احسب اه طبعا انا هنا كنت بقول ايه كنت بقول ان التصميم بتاعي بيتكون من فتلتين والإحمتين صح كده فتلتين والإحمتين طب هنا في الحالة دي هيقول لي لا ده مش فتلتين والإحمتين ده انا لو قلت مثال عندي مثلا انا قلت ايه عشان اعمل بس الحسابات هقول ارسم سن ممتد سن يعني نسيج سيدة ارسم سن ممتد في اتجاه السيدة بعلامتين فوق العلامة الاصلية يبقى انا كده ممتد بكم علامة ممتد بثلت علامات ومقرر مرتين كده الاتجاهين دي حسبة ولازم نتعلمها الاول قبل ما ايه ما نشتغل في التصميمات بتاعتنا عشان نعرف يعني ايه امتده تعالوا كده نعمل الحسبة بتاعت التصميم احنا قلناها ونكتبه كمان ونقول احنا هنشتغل عليه ازاي هنا بيقول لي ايه سن ممتد انا هعمل اختصار او هكتب اختصار للمسألة سن ممتد تمام بعلمتين فوق الاصلية دي طريقة لكتابة السؤال او سادة واحد على واحد ممتد بعلمتين سدى الاتنين واحد بس دي هنا بعلمتين سدى فوق الاصلية او اكتب فوق الاصلية هتبقى برضى عشان يزوده فوق الاصلية بقى عندي هنا مسألتين شكلهم مختلف عن بعض بس في الحقيقة الاتنين واحد ده سن ممتد بعلمتين فوق الاصلية ده في استجاه السدى انا عايز اقولون ده في السدى سن ممتد السدى بعلمتين فوق الاصلية وده سادة واحد على واحد ممتد بعلمتين سدى فوق الاصلية الاتنين واحد في النهاية انا عايز احسب الحزبة بتاعتي وعايز اشوفها هحسب الحزبة ازاي مش هنا كان بيقول لي فتل ولحمات النسيج السدى بيحتاج كم فتلة بيحتاج اتنين وكم لحمة بيحتاج اتنين طب هنا ده ممتد بكم علامة فوق الاصلية بعلمتين فوق الاصلية هنا انا هزود فين هزود في اللحمات هزود في اللحمات يبقى انا هنا هضرب ايه اتنين وكمان هزود عليها اتنين في الحالة دي هتبقى اتنين وثلاثة مش اتنين واثنين في الحالة دي مش هيكون متكون من فتلتين ولحمتين في الحالة دي هقول بقى شغل الامتد ده هنا ممتد هقول فتل ولحمات متكون فتلتين لكن كم لحمة انا عندي علامتين فوق الاصلية ادي اتنين يعني انا اتبريكي الشكل مرة تانية انا هنا ده كده هو بالشكل ده كده ادي علامتين وهنا كمان التصميم وادي علامتين عدي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى عن اتنين وست لحمات تمام كده بقى احط التكرارات واعمل تبديل بتاع التكرارات زي ما انت عاوس مش احنا قلنا التكرارات لو مكرر مرتين في اتجاه السيدة حطوهم تحت اللحمة مكرر تلات مرات في اللحمة حطوهم تحت السيدة كده انا هبدل براحتي في التصميم اثناء الحسابات بتاعته ده كان مختصر لطريقة الحساب واحنا كده بنتكلم برضو ما زلنا عن اول نوع من انواع الامتداد وهو امتداد الى انسجة السيدة وانا بتكلم هنا فين في اتجاه السيدة تعالوا نشوف الكلام ده بشكل اوضح في التصميمات اللي معا انا هنا عندي المساحة المربعات بتاعتي وقادي اول شكل عندي وده النسيج السيدة العادي خالص اللي هو واحد على واحد هو عايز يعمل له امتداد كله هعمله له انا هعمل طبعا مثال تاني لي عشان احنا هقولنا عندنا امتداد فين في السيدة وفي اللحمة وفي كلا الاتجاهين انا هنا هعمل امتداد السيدة أحط العلامات الأساسية بتاعتي وأحط كمان عليها علامة يبقى الأصلية وعليها علامة كده بقى بقى علامتين طيب هعمل مرة تاني قد الأصلية وهزود تاني علامتين فوق الأصلية ده التصميم اللي احنا مفروض بنتكلم فيه اللي هو علامتين فوق الأصلية أو ثلاثة علامات هعمله مرة تاني هزود علامات تاني كده بقى تلاتة ولون بقى كام بقى تمانية اتنين في تمانية يبقى كان عندي اتنين في اتنين في البداية اتنين في اربعة اتنين في ستة اتنين في تمانية وهكذا يبقى انا كده عندي كام عندي اكتر من شكل اقدر عمله في كل مرة هيديني مظهر القماشة مختلف عن التاني ده كده ممتد فين ممتد في اتجاه السد اشكال بتتغير لكن اللقي مش هيتغير انا دايما كل الاصناف دي لقيها على ايه لقيها على دلقتين تعالوا نشوف المتدادة التاني اللي هو ممتد اللي ايه اللحمة هنحط هنا تصميمات وهنا بدلا من حط العلامات فوق العلامات هحطها العلامات جنب العلامات كل علامة اصلية من دول هحط عليها كمان علامة بقى ممتد بعلامتين في اتجاه اللحمة هنا هحط كمان علامتين يبقى ممتد بتلات علامات في اتجاه اللحمة او بعلامتين فوق الاصلية في اتجاه اللحمة المسمى بيتغير الشكل ما بيتغيرش هنا بثلات علامات فوق الاصلية او ممتد باربع علامات كده صح وكده صح كمسمى فكده ده ممتد اللحمة الشكل اتغير اتغير نهائي بس برضو ما زلت شغال على دلقتين ودواستين لانه هو نسيك سيادة كل اللي حصل غيرت الشكل التصميم وغيرت مظهر القماشة اللي هيتم انتاجه لكن ما غيرتش تجهيزات المكانة بتاعتي كل اللي عملته بس هلعب فيه اللقي وربط الدوس عشان ازبط الدرق هناخد النوع التاني اللي هو كل الاتجاهين كل الاتجاهين لذيذ وانا بحبه من احسن انواع عندنا كطريقة رسم كمان كل اللي هامل احط في اتجاه السدى وفي اتجاه اللحمة علامات فهيظهر الممتد علاقة مربع بالشكل ده هنحط بس كده العلامات بلون مختلف عشان يبان ان انا زودت فوق العلامة الاصلية عايزة ازود تاني هزود بالشكل ده كده بكم علامة كده بعلامتين فوق الاصلية هنغير اللون وكل مربع كأنه بلون واحد يعني بس احنا مغير اللون عشان نقول ان فيه تأثير بيحصل كده بعلامتين فوق الاصلية او بتلات علامات بس ممتد كلال اتجاهين هنزوده نخليه باربع علامات حجم المربع بيزيد والمظهر بيتغير طبعا على الطبيعة مفروض بلون واحد بس احنا هنا بنقول بنحاول نوريلكم مثل بطريقة افضل كده احنا رسمنا كل مع بعض فين فيه كتصميم واحد بس غيرنا الالوان عشان نقول ان فيه شكل مختلف هنا كان بعلامة والاصلية هنا بقى بعلامتين بيدي التصميم دي مساحة التصميم بتاعته هنا بتلات علامات ودي مساحة التكرار منه وهنا باربع علامات ودي مساحة التكرار منه وكده فرقنا ما بين الايه الايه التلات انواع او البتوعنا اللي هو ممتد السدى وممتد اللحمة وممتد كلا الاتجاهين في طريقة الرسم كمان وفي طريقة الايه في طريقة التنفيذ طيب في الحسابات الحسابات بتختلف بقى يعني لو انا عندي تصميم ممتد بعلامتين ومحدد ليش الاتجاه انا هنا بتكلم عن سدى لحمة كلا الاتجاهين احط الارقام بتاعت ازاي انا هنا هقول ممتد بعلامتين وتعالوا نشوف هنحسب الحزبة ازاي هنقول ممتد بعلامتين الامتدات بعلامتين ممتد بعلامتين وسكت محددناش الاتجاه هنقسم الاتجاهات عندي وهنقول فتل لحمات فتل لحمات فتل لحمات تمام كده طيب ممتد السدى ممتد لحمة خليها باللون تاني عشان يبين اللي احنا بنشاور على حاجة مختلفة ممتد السدى ممتد لحمة ممتد كلا الاتجاهين تمام هنحسبها ازاي ممتد السدى سبت الفتل سبت الفتل كام اتنين وزود اللحمات زود اللحمات ازاي خلي اللحمات بتاعتك مجموعة البسط والمقام بتاعتك اللي هو هتبقى اتنين على اتنين احنا فيما بعد برضو في عندي كسر ممتد اتنين على اتنين يعني ممتد بعلمتين او ممكن ممتد اتنين على اتنين هو هنا اتنين على اتنين في اتجاه السدى بسبت الفتل وحط اللحمات مجموعة البسط والمقام ايه بقى اربعة طيب ممتد اللحمة سبت اللحمة اتنين والفتل مجموعة البسط والمقام هنا مفيش تثبيت للفتل ولا اللحمات ده مجموعة البسط والمقام هنا مجموع البسط المقام هنا ده تصميم وده تصميم وده تصميم تلات تصميمات تصميم الاولاني اللي هو هيبقى طولي بالشكل ده وهيتقسم هنا احنا بنقول اربعة ده واحد اتنين تلاتة اربعة تصميم ده يبقى عرضي بالشكل ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة تصميم ده هنا بقى شكل تاني خالص المساحة تكون اكبر واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة تصميم الاولاني اللي هو اتنين على اتنين هلون المساحة دي كلها بالشكل ده كده ده ممتد اتنين على اتنين في اتجاه السدى ده الحزب اللي احنا حسبناها مع بعض الشكل ده اتنين على اتنين في اتجاه اللي احمد بلون مربعين وسيب اتنين بالتبادل بالشكل ده الشكل ده كبير شوية فكل المساحة دي هتتلون بالشكل ده كده هتبقى اتنين في اتنين في الجزئية دي وزيها بالتبادل يبقى شبه حاجة احنا هنسميها الضم او هنعرفك عن ايه ضم ان شاء الله مع ما تاخده اه رسم فني هتديك مربع كبير كده عامل زي ما يكون شكل متبادل في النهاية يبقى ده ممتد السدى ودي حساباته ممتد اللحمة وده حساباته ممتد كل الاتجاهين وده حساباته هل بيبقى القماشة على قد الحتة دي بس ولا الحتة دي بس ولا دي لا ده فيه تكرارات ده انا ممكن ازود التكرارات بتاعتي وده طبعا موضوع تكرارات ده موضوع تاني تكرارات لما وجد كرارها بقول انا عندي المساحات بس مثلا قال لي ايه مكرر مرتين سدى وثلاث مرتين لحمة مرتين السدى يتحطوا هنا وثلاث مرتين اللحمة يتحطوا فين هنا تمام قال لي هنا ممتد لحمة بعلمتين ومكرر ثلاث مرتين سدى ومرتين لحمة ثلاث مرتين السدى برضه يتحطوا هنا ومرتين اللحمة يتحطوا هنا كلبي اللي تجين ومكرر مرتين سد وثلاث مرات لحمة مرتين السد برضو يتحطوا هنا وثلاث مرات اللحمة هيتحطوا هنا واضرب 2 في 3 و2 في 14 على حظ طبعا هو اللي هنا 2 وهنا 2 مايكا 2 في 14 وهنا 3 في 2 هنا برضو 3 في 14 و2 في 14 الناتج هيبقى ديني المساحة اللي أنا هبدأ اني نقسمة واشتغل عليها التصميم ده طبعا هنشوفه بالاكتر لما نبدأ نجيب ورقة المربعات ونرسم مع بعض في الأنسجة بتاعتي طيب أنا بقى عشان برضو أخدنا الجزء ده بشكل مفسر ومع بدايته كده احنا طبعا نرسل ما اخدناش تمارين كبيرة هناخد بعيكان قسم كل نوع منهم هنديله تمارين خاصة بيه هو نرسمها بالكامل قبل ما تنقل على التمارين دي احنا عندنا جزء مهم جدا هو المظهر السطحي المظهر السطحي ان اخدناه مع النسيج السادة واحد على واحد تعالوا نشوف المظهر السطحي معه اللي امتددت بيبقى شكله ازاي ازاي اعرف ان القماشة دي متعشقة بالشكل المطلوب يبقى احنا كده محتاجين نشوف المظهر السطحي الخاص من النوع ده من التركيب لما اجي هنا اشوف المساحة بتاعتي اللي هي المربعات وابدأ ان انا ارسم تصميم من التصميمات بتاعتي احنا هنا بشغالين على المنتظم احنا ممتد منتظم يعني بسط قد مقام باجي هنا الشكل بتاعي ده تكرار هقرره كمان مرة طبعا ايه كده مرتين كمان تلت كده انا قررته اربع مرات في اتجاه السادة ومرتين في اتجاه مرتين في السادة واربع مرات في اتجاه الليها هابدأ اقول المساحة بتاعتي دي كان بالعرض ايه تمنية وبالطول ادي تلاتة وستة وستة اتنشة مرتفعة اتنشة وعرض تمانية هيجي على مساحة تكرار منهم هيجي ده ستة في اتنين لو انا هاخد تكرار صغير هقول 2 في 2 زايد 1 و 6 في 2 زايد 1 هدي المساحة بتاعتي يبقى هنا بالعرض لو انا اخدت تكرار 1 2 في 2 ب 4 و 1 5 قد بالعرض 5 و 2 في 6 ب 12 1 13 يبقى بالارتفاع 13 وبالعرض 5 انا كده هاخد تكرار 1 منهم بس هعمل الماظر السطح لكن لو انت في امتحان او في اي حاجة انت بتاخد مساحة التصميم الكامل بتعملها الماظر السطح سيحنا عشان المثل يبقى مننا اكتر هنحط علامات الفتلتين بالشكل ده كده وهديهم لون الفتل وهاجب العرض حط علامات اللحمة بلون تاني خد بالك انا هنا ايه بعدي اللحمة الاولى تحت الفتلة الاولى فوق التانية كم لحمة بالشكل ده 3 لحمات هاخلصهم واشتغل الثلاث لحمات التانيين عكسهم بالضط فهيبان عند الماظر السطح بالشكل ده اللحمة الاولى تحت الاولى فوق التانية اللحمة التانية تحت الاولى فوق التانية اللحمة التالتة تحت الاولى برضو فوق التانية اللحمة الرابعة فوق الاولى تحت التانية الخامسة زيها والستة زيها كده احنا عملنا مثال صغير للتصميم بتاعي طب مظهر السطح هنسيك سادة ممتد اللحمة اللي هو النوع التاني اللي احنا بنشتغل عليه هاجي هنا في المساحة بتاعتي هرسم تصميم سادة ممتد اللحمة هنا أربعة على أربعة كده هماشي واحدة واحدة بعمل التصميم بإيدي هديله الألوان بتاعته أي لون طبعا مش هتفرق لكن طبعا احنا على ورق مربعات يفضل اللون الأحمر مع الأزرق أكتر في كرسة المسوية هنا طبعا بالعرض تمانية وبالارتفاع اتنين يعني بالعرض اتنين في تمانية بستاشر واحد سبعتاشر والارتفاع هيكون خمسة هعمل ستاشر زايد واحد يبقى سبعتاشر بالعرض وخمسة بالطول هحط بقى هنا الفتل كلها سيما أنا متعود أنا بحط الفتل يبقى خليك زيما أنت بتحط برضو إيه الفتل في البداية حطت كل علامات الفتل بالشكل ده كده هديهم اللون بتاعهم اللي هو اللون الأزرق احنا قلنا طبعا العلام الملونة تعتبر الايه؟ تعتبر سيدا هحط كده في المربعات اللي لونها بالأبيض علامات في الجزء الأولاني واروح مغطي آخر أربع إيه؟ آخر أربع فتل هنا هغطي على الأول أربع فتل ويلون المربعات البيضة اللي باقية من بعد الأربع فتل عشان يبقى عندي إحساس أن أنا ماشي تحت الايه؟ تحت الفتل ظهر هنا قدامي أن أنا هنا الحركة بتاعتي ماشي تحت واحد اتنين تلاتة أربع ومغطي واحد اتنين تلاتة أربع تقاطعة أهم حاجة عندي أن تقاطع ده لو حطيت عليه لون اللحمة يبقى اللحمة اللي فوق لو حطيت عليه لون السدى يبقى السدى إيه لفوق؟ هنا طبعا بيقولي أدى الأربع اللونهم أبيض دول هما اللونهم أصفر في الجنب ده أو اللونهم ميال البرتقاني ده عشان خاطر يقولي المكان ده معناه اللحمة اللي فوق كذلك الجزء العلوي هنا هنلاحظ أن اللحمة مغطية على الأربع فتل ونزلة تحت الأربع فتل التانين طبعا ده كان شكل الايه؟ كان شكل التصميم بتاعي وكان شكل الايه؟ الجزء الخاص بيه هنا تعالي بقى نشوف عندي مظهر سطحي لنسيج السادة ممتد كلا الاتجاهين وطبعا النسيج السادة الممتد كلا الاتجاهين ده جزء مهم جدا من التصميم بتاعي وبيعرفني كمان الفرق ما بين الجزء اللي احنا خدناه فيه ممتد كلا الاتجاهين والممتد فيه الاتجاه السادة أو في اتجاه اللحمة يبقى أنا عندي كم اتجاه؟ عندي تلات اتجاهات خدنا مظهر السادة الممتد اتجاه السادة وخدنا مظهر ممتد اتجاه اللحمة تعالي نشوف كمان مظهر الممتد كلا الاتجاهين هو ايه الفرق؟ الفرق هنا ان التصميم هيبقى مربع فبالتالي المظهر السطحي بتاعه لازم يكون كمان هو مربع فعشان اقدر احسابه بالضبط يبقى عندي الحسابات بتاعتي ما زالت موجودة بضرب مساحة التصميم في اتنين زايد واحد الواحد ده سابق بيجاهز للدليل ومساحة التصميم بتضرب في اتنين عشان ابعد الفتل والحماية عن بعضها تعالي نشوف طريقة التنفيذ الخاصة بالمظهر السطحي بتاعي ايه؟ طبعا تعالي كده نشوف بسرعة الجزء الخاص بالمظهر السطحي لكلة اللي تجاهين هنا طبعا هيبقى عندي تصميم بالشكل ده بعمل حسابي وبعمل مساحتي بالشكل ده هنرسم كده التصميم على طول هنا ده شكل التصميم ببدأ اعمل مساحة بتاعتي طبعا المساحة بتاعتي بضربها هنا ده 8 في 8 فبالحالة دي هيبقى 16 في 2 زايد واحد بقت 17 بعمل السبعتاشر بحط العلامات الخاصة بالفتل بالشكل ده كده ببدأ ان احطها كعلامات بديها اللون الخاص بالس ده اللون الاحمر باجي هنا بقى على اللحمات اللحمات تحت هلون كده بالشكل ده كده وغطي على اخر اربعة هرجع تاني اكرر الكلام ده مرة تانية وغطي على اخر اربعة هعمله مرة تالتة وغطي على اخر اربعة اخر مرة وغطي على اخر اربعة هعمل العكس هغطي على اربعة الالنين واختفي تحت الاربعة تانيين هكرر الكلام ده كمان اربعة مرات طبعا بحط علامات الشغال الكمبيوتر فبالتالي بحط علامات بس الاول قبل التلوين طبعا احنا باجي اعمل حاجة زي كده بحط لون رصاص اصلا في كراسة المنسوجات لكن انا هنا كده خلصت ببدأ اروح احط اللون بتاعي مختار اي لون مخالف للون الازرق للون الاحمر عشان يبين منه طبعا اخترت اللون ده وبدأت تظهر عندي الشكل المعمول ده بدأ يظهر عندي من بعيد في المساحة دي بقى هنا المربع ده لون احمر ومربع ده لون احمر وده خد ميل للون التاني مع ده طب الحتة دي بتخلينا كمان نقول حاجة تانية القماش بتاعي لما يكون فيه خيوط ملونة متعشقة مع بعضها لو عندي الوان صفية في القماش في التصميم عموما لما اجي طلعها القماش بتطلع بألوان تانية خالص بسبب خلط الالوان مع بعض العين بتشوف الخلط لان انت شايف تقطعات صغيرة مع بعض فبتظهر لك او بتظهر بمظهر مختلف عن اللي انت عارفه في الحالة دي احنا خدنا التركيب النسجية الممتدة الخاصة بالنسج السادة الحلقات الجاية ان شاء الله هنكمل الجزء الخاص بالتمارين الخاصة بالامتدادات اتمنى تكونوا رفتوا او ترسموا بشكل كويس يبعطونا رسوماتنا على صفحتنا هنرد عليكم ونقولوكم ايه صح فيها وهنكون معاكو دايما وفي نهاية حالاتنا نتمنى لكو التوفيق والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة